ترجمة نانسي قنقر وزير الداخلية وسعادة رئيس الأمن العام حيث عقدت اللجنة الأمنية عدة اجتماعات منتظة مع بعثة الحج برأسة سعادة وزير العرب والشؤون الإسلامية والأوضاف لمناقشة الخطط والترتيبات الأمنية وتحديد الأهداف والمسؤوليات المشتركة وإجراءات التنفيذ والمتابعة قبل موسم الحج لضمان السلامة والأمن للحجاج البحريني حيث تم تشكيل فريق عمل تكون مهمتهم التأكد من سلامة الإجراءات قبل المقادرة بالإضافة إلى التأكد من تراخيص الحملات بما يضمن سرعة وسلامة الإجراءات كما يقوم الفريق بتوجيه المسافرين إلى الأماكن المخصصة وتغريم كافة التسهيلات للحجاج لأداء المناسك مع الالتزام بجميع التعليمات الخاصة بالحج والتباع رشادات رجال الأمن وخطة التفويج نعم سعادة لواء ما دور اللجنة الأمنية في تأمين حجاج مملكة البحرين اللجنة الأبنية لها أدوار عديدة لذلك هي معنية بمتابعة الشيون الأمنية والسلام الخاصة بحجاج بيت الله الحرام أثناء تواجدهم بالديار المغدسة حيث تتكون اللجنة من لجنة السلام العامة ولجنة المرور والتراخيص ولجنة الأمن والمتابعة مع الأمن السعودي حيث تقوم اللجنة باتخذ الترتيبات الأمنية اللازمة بالحجاج والتنسيق مع الدفاع المدني السعودي للاطلاع على المتطلبات والاشتراطات الخاصة بموسم الحج من خلال التأكل من اشتراطات السلامة في المباني وجاهزيته وسلامة الأجهزة المستخدم وتمنيا لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرور وذنبا مغفور بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى سعادة اللواء عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية شكرا جزيلا لك